السلام عليكم ورحمة الله في محاضرة اليوم ونحل بهم مثال سريع على طريقة الاناليتيق الميثود نحاول بينه انه لخص الشيء اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة عندنا هذا السيستم ميتين اس بلس عشرين اس اس بلس مي قلنا هالطريقة قبض مفروض هم حالة ورقة الرسم لكن احقلك لا لازم تحط هذه الصيغة بصيغة الستاندر فورم يعني القين الاصلي ما ميتين ستلاحظ ان هل قين يختلف اشرا هاي الازمة تحط ايه هذي سي واحد اشرا تحطها واحد تسحب الرقم اللي هوني اشقد الرقم عشرين اذا اسحب عشرين بالتالي هاي احصي اس على عشرين وهي على عشرين واحد هذي اشقد يمى مي اسحب هذين مي الى الخارج فهاي احصي على مي وهي احصي واحد وكل اس تحطيه بجي اوميجا هكذا خلاصه تحطيت السيستم بصيغة الستاندر فورم هتاخذ هاي الارقام هي طالت عندك طالت عندك ميتين وفي عشرين والاسفل او بالمقام عندك مئة بشكر لهذه سريع هتقول الصفرين يحوم مع الصفرين اثنين في عشرين اربعين اذا حصلت القين الاصلي اشقد القين الاصلي اربعين نجي نخطط الورقة مال بما انه اشتغل فاحاول بقدر الامكان انه اعمل التقسيمات مالي على عشرين عمد طريقة التعامل ستكون اسهل تمام فهذا القين وهنا نحدد مثلا صفر خمسة واربعين تسعين مينس خمسة واربعين مينس تسعين اذا القين الاصلي ما نشقد طلع عشرين افوا اربعين قلنا شون يؤثر هذا القين على الماقنينت يوضح تقول عشرين في لغارتم الاربعين اتلاحظ شون طلعتها الاربعين انا متسحب الارقام من البول الزيرو طلع اثنين وثيثين عشرين كان تأثيرة اذا تذكرون كان عبارة عن خط مستقيم فتجي هذا كل مربع اشقد ارتفاعه من الصفر الى العشرين اشقدر نجماله عشرين كم مربع صغير عندك خمسة عشرين على خمسة اربعة ما نتكل مربع صغير مقداره اربعة فتقول عشرين اربعة وشين ثمانية وعشرين اثنين وثلاثين اللي هو تعثيري جين ثنين وثلاثين سيكون بهذا الشكل هذا تأثيري جين اجي اخذ تأثير البقية اللي هو اس بلس عشرين مهناتا عندك هذه تعملك موجب عشرين ديكايد اه صعود وين العشرين عد العشرين احتمل هذا التأثير فنجي نحدد الاميقات أو الو.1 و 1 10 100 وين العشرين العشرين هي تجي بعد العشرين عشرين هي وين خط الصفر هذا خط الصفر هاي العشرة هاي العشرين فهي كي شوية هتطلع 20 فكل شوية هتطلع رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين المثل مربع بالتالي هتطلع عندك خط مستقيم هذا تأثير الـ S بلس 20 تمام إذا جينا على تأثير الـ S بلس 100 هذه نزول أمين تنزل أدى المئة وين المئة هي يعني تعمل عندك نزول تعمل أدى المئة من خط الصفر هم تنزل كل شوية عشرين 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 واك آخر شي ما رسمته تأثيره هو الـ S اللي هي واحدة قلنا هذه عبارة عن S صعود لنزول هي جوائد النزول تمر بالواحد هذا الواحد تمر بينه كنزول عادي هي الـ S بالمقام تعمل نزول كل شوية عادي ضبط صوت الزوائي عندك تمام بس أشنو ستعطيك دكايت واحد بالعكس هذا كما كان يعطينا دكايت بالعكس هذه الـ S اللي بس شرطة دكايت واحد فقط بالعكس و شرطة انه تبديها من الواحد هاكد رس خلصت الرسم تمام؟ رسمته بالنسبة للماغنيتود بالنسبة للفايز الشو نرسم الـ Gain هذا اللي هو أربعين قلنا ما لوا تأثير على الفايز فهو ممكن ترسم خطعة الصفر الـ S بلس عشرين هايشون أبدي من العشرين يبدي تأثيره؟ ستقل لي لا تاخد دكايت قبل و دكايت بعد فالعشرين دكايت قبل يعني اثنين وين الاثنين؟ من هون يبدي تأثيره؟ أدى العشرين وحيكون نص التأثير أدى الميتين وحيكون يكمل تأثيره بشكل كامل أدى اللي خط الميتين يلا تحصل لك التسعين مالك يبدي هذا الشكل تحتاج الدكايت دكايتين يعني 2 دكايت أنا متحصلت لك اشنو؟ الموجب تسعين نجي على S بلس مي أيضا تحتاج دكايت قبل دكايت بعد مي تقسيم عشرة إذا من العشرة سيبدي تأثيره مي في عشرة ألف يعني عدل ألف سيكمل تأثيره وتعطيك سالب تسعين ستكون بهذا الشكل بعدما يكمل تأثيره ستكون خط المستقيم آخر شيء ما أخدتوا تأثيره قلنا هذا أصلا ما يأثر اللي هو أربعين ماميتين بعدما بسطناه وحطناها بستندرفون عندك هالي الاس تعطيك سالب تسعين بشكل خط مستقيم وانا حسي خط فالخط فازم تنتبه على هذا الشكل باقي فقط أنه تمسك نقاط وتجمع يعني مثلا ناخذ المصدرة وتجي تغطي وتأخذ كل خط عمودي وتجي تحسب له ما لديك تأثيرات تمام نجي هون ما لدينا تأثير بالبداية ما لدينا تأثير لدي البوينت واحد لدينا الموجة بعشرين ما لدينا العكس موجة بعشرين وعدينا ملقين ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين ثنين وخمسين ثنين وثنين وثلاثين ثلاثين وثلاثين وثلاثين ثلاثين وثلاثين لدينا إquelزمة العينة او أول نقطة من الرسم النهاي هكذا سنستمر وبتجمع وتتصح نقاط نتبro مزرح سنجمع �� عشدة عشدة دعني اجيب مصدره هكذا وتغطيها لان تكون سهل ادي اشراع التغشاء ايه هذه النقطة التي بيها ماينس عشرين هذه النقطة بيها موجب ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين وماينس عشرين تقريبا يعني اثنون عشر أربعة مانية ومارش تحسب هون كذلك تحسب هذه نحن قليلت الجمع وضحناها فقط باقي لك انه تجمع نقاط نحن هوني عم تطرعنا الحال النقاط جمعناها باللون الاحمر وجود انه هتلقي نقاط وتجمعها الى ان تحصل الرسمي النهائي كذلك الشغلة بالنسبة لرسم الفيز نفس الحالة إذا بدت ارسم البداية ببداية شعرت تغشع عندي ماينس تسعين لا تنساها الامبور هي على نفس الخط انت ما تغشع عندك هوني ماينس تسعين ماينس تسعين ماينس تسعين ماينس تسعين الى هوني الرسم خط عدل ادي هوني اشعر التوشع هوني يتغطيك ماينس تسعين هذي الصفر هذي قد تغطيك تقريبا خلينقول اعلى من خمسة واربعين خلينقول خمسة واربعين تقريبا سالب ثلاثة وثلاثين هاكت شيء انت يعني باقي فقط انه شوني تجمع نقاط اذا مثلا لو جمعنا هذي النقاط النهاية بعد ما تستعدل هون عندك موجب تسعين وهون اش قد عندك تنتبه على هاي الاشياء عندك سالب تسعين مال منو مال اي هذا اللي نزل تمام؟ وعندك سالب تسعين مال اي هذا اللي كان عين يمشي بس واحد يصعد فوق اللخ فاتقول موجب تسعين مع سالب تسعين طوح يبقى لك اشنو؟ سالب تسعين اذا بالنهاية الرسم هاستقرب بهذه الصغيرة في حال قدنا نجمع مثلا نقاط هوني عمود لا انتي هذي اش قد تقريبا 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 ثلاثة وثلاثين وعندك هوني سالب تسعين يعني سالب تسعين زالد ثلاثة وثلاثين مائنس سبعة خمسين خليقل مائنس ستين فتجد هذي النقطة توش عشقة كل مربع يعني شغلة حسابات لان ما عاد يطول الفيديو اكثر بعد شغلة حسابات هنلاحظ بانه الرسم شوية يرتفع وبعدين يرجع ينخفض ويتبق مع السالب تسعين مرتين الرسم هو موضح بالبي دي اف لكن شوية غدنا نوضح آلية الجمع عن طريق فيديو هاكذا يكونوا نصل لنهاية الحالة مائنس فقط مائنس ستين مائنس ستين مائنس مائنس